أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحول لطاقة المستدامة يعد أحد أهم العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائد الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حيث تم استعراض سيناريوهات انتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق مع الجهود الوطنية لحماية البيئة وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة انتاج الهيدروجين فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها مؤكدا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية